شهد صعدت الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ختام فعاليات التمرين البحري المشترك أمن المملكة ثمانية والذي نفذته قيادة خفر السواحل بالتعاون مع سلاح البحرية الملكي بقوة دفاع البحرين وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية واطلع رئيس الأمن العام على إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين وخطة تنفيذه وما تتمتع به الوحدات المشاركة من قدرات على العمل المشترك في إطار التكامل والتنسيق أثناء أداء المهام لتأمين الملاحة في المياه الإقليمية والتصدي لعمليات القرصنة والتهريم إذ يأتي التمرين ضمن الجهود الهادفة إلى زيادة القدرات ورفع مستوى الكفاءات التدريبية وأشهد رئيس الأمن العام بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ودعمه إجراء التمرين الوطنية المشتركة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية ووفق فرضيات واقعية بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل الميداني المشترك وأوضح أن التخطيط الأمني ووضع الخطط الاستباقية والسيناريوهات المطلوبة وتعزيز الجهزية الأمنية يضمن التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الأمنية معربا عن شكره وتقديره للمشاركين في التمرين ومثمنا جهودهم في تعزيز نهج العمل التعبوي المشترك في مختلف القطاعات وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لقائد سلاح البحرية الملكي بقوة دفاع البحرين وحضوره ختام التمرين المشترك مثمنا الدعم المحدود والإسناد الذي يقدمه سلاح البحرية الملكي لخفر السواحل والعمل المشترك في تأمين المياه الإقليمية وتنفيذ المهم المشتركة والمشاركة في التمرين والتدريبات المتبادلة من جهته أشاد العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل بأداء وحدات التمرين والذي يهدف إلى رفع كفاءة المشاركين للقيام بالواجبات الموكلة إليهم وتعزيز الأمن والسلام البحرية وفق خطة عملية وآليات متطورة في الأداء منوها إلى أهمية العمل على اكتساب المهارات والخبرات وتنفيذ العمليات المشتركة في كافة الظروف ترجمة نانسي قنقر